موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا الصديف اليوم من العاصمة عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور عمر سبايلة أهلا وسهلا بك دكتور عمر عامر أخوان عامر دكتور عامر انفجار قرب محطة للحافلات في منطقة بايزيد وسط الصنبول تستهدف حافلة للشرطة التركية وأيضا هجوم على مكتب للمخابرات الأردنية في مخيم البقع للاجئين الفلسطينيين يعني هذين الحدثين كيف تقرأ الهجومين وبأي من الملفات يرتبطان يعني ملفات المنطقة أقصد يعني هو بلا شك يعني تميان لملف الإرهاب بلا شك الذي يستهدف الدول ومنظماتها مع أننا نختلف تماما يعني في السيناريو الأردني عن السيناريو التركي السيناريو التركي ناتج تماما عن سياسة داخلية تركية سياسة الرئيس التركي الذي يصر على التعنط يصر على معادات مكون أساسي من الشعب التركي يعني تركيبة واضحة أنها قادرة على إيذاء النظام السياسي في تركيا وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن ما هدد الأردن أو العملية في الأردن مشابهة للعملية في تركيا في الأردن هو نفس التحدي العالمي في موضوع مواجهة التنظيمات الإرهابية وداعش لكن أعتقد أن في الموضوع التركي يعني هناك عدة عوامل أكثر من موضوع أن فقط إرهاب التنظيمات الإرهابية داعش أو غيرها لهذا نتحدث عن مكون في تركيا يتعرض اليوم لحالة من القمع يتعرض لسياسة إبادة وبالتالي يعني هو يتعامل مع انقلاب الرئيس التركي على جميع العهود والوعود التي كانت قد أعطيت سابقا ويحاول أن يخلق حالة بلبلة في الداخل التركي لهذا أعتقد أن في النهاية هو الإرهاب بلا شك لكن هناك معطيات في تركيا أعتقد أنها ناتجة كل هذه الهزات الارتدادية الأمنية في تركيا ناتجة عن سياسة حزب العدالة والتنمية الممثل برئيس أردوغان في التعامل مع ملفات المنطقة ومع الملفات الداخلية أيضا وبهذا يختلف كثيرا عن الجانب الأردني أو العملية التي حدثت في الأردن والتي يعني واضح أن بصماتها بصمات تطرف إسلامي وإرهاب منتمي حتى لو عن بعد إلى هذه التنظيمات وأيديولوجيتها نعم دكتور عامر في موضوع التركي هل من اتهامات إلى أحد الفئات أو إلى أحد التنظيمات؟ يعني إلى الآن أنا لم يعني لحد ما دخلت للستوديو لم يكن هناك لا ولكن التحليل دكتور أي تبني لهذه العملية لا أقصد بالتحليل بتحليلك لموضوع التركي بالتحليل يعني هناك عدة عوامل أنا باعتقادي المكون القادر أن يضرب في الداخل التركي بلا شك وتنظيمات الإرهابية قادرة أن تضرب بسبب تواجدها الكثيف بسبب عودتها من سوريا بسبب تغير نوعا ما في السياسة التركية نتيجة الضغط الدولي ولكن تتحدث أيضا عن منظومة موجودة أيضا في الداخل التركي عندما تتحدث عن المنظومة الكردية والحرب التي يقوم بها الرئيس أردوغان على الأكراد يعني هي حرب شبه إبادة يعني هو يعاند حتى المجتمع الدولي في طبيعة التعاطي وضرورة تعاون معهم على الأقل في مواجهة داعش وبالتالي هو يعرض نفسه إلى أخطار متعددة باعتقادي أن هذا ما يسبب في النهاية تولد مناخ في الداخل التركي قادر للإرهاب أن يضرب بغض النظر عن من يتبنى هذه العملية أو من يقوم بها لكن العوامل متعددة وبالتالي هذه المناخات أصبحت تركية يعني تهددها بشكل واضح والدليل يعني حدد العمليات التي يتم يعني اليوم لأول مرة نتحدث عن عملية منذ فترة لم يكن هناك عمليات في مناطق حيوية غالبا عسكرية أو حتى التفجيرات التي حدثت في أنقرة غالبا حدثت في أيام العطل وبالتالي لم يكن هناك كثافة سكانية أو تواجد لأناس في هذه المناطق اليوم ننتقل إلى نقطة حافلة باصات موجودة في وسط إسطنبول إذن نحن نتحدث اليوم حيث تغير نوع الارتفاع نعم تغير في طبيعة العمليات هل يعني أنها تغير في الجهة؟ يعني نستطيع أن نقول ارتفاع ارتفاع يعني ممكن أن يكون تغير في الجهة هذا أولا ثانيا أن تكون الرسائل بدأت تأخذ وقع أكثر شدة بالنسبة للداخل التركي أننا نستطيع أن نضرب اليوم يعني مفاصل وعصب الحياة في تركيا ولم تعد القضية على وضع قنبلة في مكان غير مأهول وبالتالي تفجير أو استهداف جنود أو شرطة تركية لا نتحدث اليوم عن البدء والانتقال إلى نقطة يعني ضرب عصب الحياة المدنية في تركيا وهذا باعتقادي يعني يفترض دخول لعبين جدد إلى المشهد التركي أو ثانيا يعني الرغبة في إرسال رسائل أشد قسوة نظرا للتعنط التركي في طبيعة التعاطي مع كل الملفات يعني تركيا اليوم تتحول إلى عدو غير معلن لأوروبا تتعول إلى حليف غير مطيع بالنسبة للولايات المتحدة تتحدث عن عدو يعني عداوة شبه معلنة لكن غير مطبقة مع روسيا حدوديا هي يعني مع سوريا عداوة معلنة يعني تتحدث يعني كثير من العوامل بالإضافة أن كل المشاهدات مؤخرا تشير أمنة تركيا اليوم يعني تتعرض إلى غزو غزو وهابي كبير غزو بمعنى يعني استيطان لهؤلاء الوهابيين يعني هناك استثمارات هناك شراء عقارات هناك تواجد كبير لكل هؤلاء الوهابيين المتشددين الذين استقضبتهم تركيا في الفترة الأخيرة أو على مدار الأزمة السورية إذن تتحدث عن تغير أيضا في طبيعة المتواجدين في تركيا يعني الأيديولوجيات الجديدة التي دخلت قد تسبب بلا شك مشاكل حقيقية لتركيا ويعني قد لا تنجح رهانات الرئيس التركي على قدرته في إدارة هذه التناقضات أو الاستفادة فقط من وجود هؤلاء وبالتالي ينقلبوا ويصبحوا أعداء في الداخل أكثر من أن يكونوا حلفاء يتم توظيفهم في الخارج نعم دكتور عامر أيضا هذا الموضوع تحديدا موضوع التغير الأيديولوجيات واستطان بعض الإرهاب أو بعض الوهابية في تركيا أيضا هناك من نتحدث عن هذه المشكلة أو هذا الملف بالنسبة للأردن يعني نتيجة الاتفاقات التي وقعت مع السعودية نتيجة الاستثمارات المتوقعة هل توافق؟ يعني أعتقد أن الأردن يعاني من مشكلة حقيقية لكن ليس لها ارتباط في الاستثمارات السعودية التي قد تأتي أو لا تأتي يعني نتحدث عن إيديولوجيا تم تطورها والسكوت عنها أو عدم القدرة على التعامل معها أو عدم استدراك الخطر الكبير الذي تحويه مستقبلا يعني للأسف عندما نتحدث عادة عن خطر التطرف وخطر الإرهاب نحن نتحدث عبر رؤية مستقبلية أن هناك مشاهدات اليوم تدل أن بعد عدد من السنوات ستتحول هذه الايديولوجيا الطبيعيا لتصبح عنيفة مثلا عندها سيصعب السيطرة عليها في الأردن يعني تتحدث عن حقبات يجب إعادة ومراجعتها تتحدث عن حقبة التي تبعت الحرب الأفغانية الأولى تجنيد الشباب العربي وإرساله إلى أفغانستان بحجة الحرب المقدسة عودت أزمة الكويت وما جلبت من تزاوج وتداخل بين الايديولوجيات المتطرفة العائدة من أفغانستان والقادمة من الخليج الحقبة الثالثة الحرب على العراق وتطور هؤلاء يعني في كل هذه المراحل شهد الأردن موجات من هذا التطرف شهد نوو في هذه التيارات وايديولوجياتها وأفكارها وبالتالي لم يتم التعامل معها حقيقة بطريقة علمية تم التعامل معها عبر البوابة الأمنية وهي بوابة ناجحة إلى حد ما لكن عندما تكثر هذه التيارات وتتعدد ونرى ماذا حدث في سوريا وما بعد سوريا والتزاوج الذي حدث وفكرة إعلان الخلافة وتحويل أي شخص منتمع عن بعد إلى قنبلة موقوطة هذا يعني يضعف الأجهزة الأمنية بسبب عدم قدرتها على التعامل مع كل هذه الأخطار أولا ومع عمليات غير معقدة يعني ما هي العمليات التي يقام بها اليوم يا شخص غالبا يحمل السلاح ويقتل ناس يحدث نفس الضرر لعملية معقدة لكن بأقل التكاليف وعدم قدرة الأجهزة على التعامل معها لأنها اعتادت الآن على نموذج معقد من الإرهاب يعني الأجهزة تستطيع أن تبطل كثير من العمليات المعقدة المبنية على التكنولوجيا المبنية على التواصل لكن اليوم تتحدث عن تغير كامل راديكالي في المفهوم الإرهابي تتحدث عن عدم تواصل عدم وجود حالة مركزية فرد يقرر أن يقوم بعمل بدائي نوعا ما عندما تتحدث عن سكين مسدس كلاشنكوف يعني هي عمليات بدائية لكنها تحدث نفس النتائج المروعة التي يمكن أن يحدثها تفجير إرهابي لهذا الاستثمار الكبير في موضوع الأمن للأسف لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة لأن نسبة الخطأ ترتفع نسبة التقصير ترتفع بسبب إرهاق الأجهزة الأمنية أيضا خمس سنوات معظم أجهزة المنطقة تعمل على مدار الساعة يعني هناك استنزاف للقدرات والموارد البشرية إذن نسبة الخطأ ترتفع نتحدث اليوم عن ضرورة مراجعة كيف نمت ووصلت هذه التيارات لتصبح قنابل موقوطة وأعداء في الداخل إذن يجب أن نعيد ونراجع هذا الموضوع بالنسبة للأردن واضحة باعتقاد الحقب التي تم التطور فيها هذا التطور الأيدولوجي وعلاجها لا أعتقد أنه مستحيل يحتاج إلى جدية ويحتاج إلى جرأة في التطبيق والانتقال إلى الجانب العملي أكثر من الجانب النظري نستطيع في الأردن أن ننظر كثيرا في موضوع كيفية مكافحة التطور لكن للأسف لم نملك إلى الآن نموذج قابل للتصدير نطبقه في الأردن ونقول أن هذا النموذج قابل للتصدير ويجب على العالم أن يتعلم منا مثلا هذا الموضوع لهذا باعتقادي نستطيع في الأردن أن نقوم به لامتلاكنا للنظرية وامتلاكنا للقدرة على فهم طبيعة التحول الذي حدث في السنوات الثلاثين الأخيرة على الأقل نعم نتحدث عن هذا الموضوع موضوع التطور تطور العمليات بالمعنى التطور التكنولوجي والتزايد ونوعية تفكير لمنافذي هذه العمليات ولكن عندما تكون هذه العمليات بهذا الشكل برأيك إلى أي حد يمكن أن يكون للعلاقات الخارجية والضغط الخارجي علاقة بها على البلد الذي يعاني من هذه العمليات هو بلا شك يعني هذه التنظيمات أو هذه العمليات دائما حظيت بمحاولات من التوظيف السياسي يعني لا يمكن لهذه التنظيمات أن تنمو أن يتم تغذيتها بالسلاح والمال وسهولة الانتقال والتنقل والتنفيذ والحصول على تكنولوجيا معينة دون رعاية رسمية من بعض الدول وبالتالي هي للأسف كانت أداء للتوظيف السياسي في عدة محطات يعني من أفغانستان وصولا إلى سوريا اليوم وهي ما زالت أداء يتم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية لفريق أو آخر للأسف يعني الاستثمار بها اليوم خطر كبير هي التشبيه الأمثل هو فرانكشتاين هو أنت تصنع وحشا ومن ثم يعود لا يمكن السيطرة عليه الآن نحن نعيش في هذه المرحلة هذه المرحلة يعني عندما تتحدث عن تناقضات في المشهد يعني السياسي في سوريا أو في العراق الدول التي ترغب في دعم أو مثلا الحرب السنية الشيعية المعلنة من كثير من الدول يعني من يدعم السنة اليوم يجد نفسهم أمام موضوع محرد جدا يعني من تدعم في مواجهة التيارات الشيعية إذا ما افترضنا في العراق أنت لا تملك خيارات يعني تملك فقط داعش في سوريا تملك النصرة أو داعش يعني هناك مشكلة حقيقية اليوم في موضوع الاستثمار السياسي يجب أن ينتهي الاستثمار السياسي في هذه التيارات لأنها خطر لا يمكن السيطرة عليه يعني حتى الدول التي استثمرت بها تدرك اليوم حجم الخطر الذي تتعرض له من وجودها حتى من وجود خلاياها النائمة من وجود داعميها من وجود جمهورها في بلادها لهذا أعتقد أن اليوم يجب أن نصل إلى مرحلة يتم فيها الإعلان عن إنهاء التوظيف السياسي لهذه التنظيمات على مستوى العالم وهذا يجب أن يكون بإقرار دولي بنهاية فكرة دعم الصراع عبر البوابات الدينية أو عبر البوابات الطائفية نعم ولكن هناك أيضا موضوع أنه تصنيف أيضا هذه المجموعات إن كانت إرهابية أيضا نوع من أنواع إعلان يعني عدم التوظيف السياسي لهذه المجموعات يعني هناك بعض كما جبهة النصرة هناك من يرفض أن يعتبرها إرهابية ليست كداعش يعني علما أنه المنبع واحد على كل حال سنتابع هذا الموضوع دكتور عامر ولكن فقط دعني أذهب إلى عنوين الصحفة العربية الصادرة اليوم إذن إلى العنوين والمتبع أهلا بكم مشاهدين نستهل هذه الجولة من الأردن مع صحيفة الدستور ونقرأ فيها القبض على المشتبه به في الهجوم الإرهابي على مكتب مخابرات البقعة استشهد خلاله خمس من مرتبات المخابرات وشيعت جثامينهم الممني الأفعال الإجرامية لن تزيد الأردنيين إلا تماسكا وصلابة إلى سوريا مع صحيفة الوطن ونقرأ فيها الجيش يبعد ثمانية عشر كيلومتر من تقاطع الطبقة أفشل محاولة داعش الالتفافة على طريق إثريا وديمقراطية على أبواب من بج أول امرأة سوريا تترأسه وأنزور نائبا والصالح والعبود أميناسر وقاورما والزيبق مراقبا هدية عباس مجلس الشعب لا يسكت عن خطأ أو تقصير أو فساد موسكو كان هناك وقت كاف لكي تنفصل المعارضة عن الإرهابيين معارضة الرياض تنفي موافقتها على وفد موحد ولا رجاني حلوا الأزمة بوجود كل الراغبين في لعب دور من الوطن السورية إلى الوسط البحرينية وفيها بسيوني مصححا ما نشر سابقا البحرين نفذت عشر توصيات من أصل 26 توصية لتقصي الحقائق مقتلوا خمسة عناصر من المخابرات الأردنية في هجوم إرهابي شمال عمان والأمم المتحدة تحذف اسم التحالف العربي من لائحتها السوداء من الصحف العراقية نختار صحيفة الصباح الجديد وفيها الاتحادية تتلقى تقرير خبراء دعوة إقالة الجبوري والمعتصمون يتجهون للطعن بالأقراص المدمجة جبهة شرعية هيئة الرئاسة تتوقع صدور القرار لصالحها السفير الأمريكي لا يوجد أي شيء يؤكد وجود انتهاكات في الفلوجة القوات الأمنية تحرر معمل الغاز ومحطة المياه الثقيلة في الفلوجة عمليات غرب بغداد تعلن إعادة العائلات النازحة إلى الكرمة والصيقلاوية خلال شهر تموز أما الآن فننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط وفيها نجاح ديبلوماسي سعودي الأمم المتحدة تتراجع وتشطب التحالف العربي من تقريرها المسيء المعلمي يكشف للشرق الأوسط مساعي ست ساعات في أروقة المنظمة الدولية أما الآن إلى تونس مع صحيفة الشروق من يخلف الصيد العادي جلول شاكر النابل والجويني مرشحون أيضا في الشروق نقرأ 300 دولار للإرهابي وألف ومئتا دينار للأمير تدفق للأموال ومخططات جديدة للدواعش في تونس العرب لا يصومون عن الاقتتال احتدام الحروب في العراق وليبيا واليمن وسوريا ختام هذه الجولة مشاهدين من لبنان مع صحيفة السفير وفيها المشنوق للحريري هذه روايتي وليست إدانتي هل كانت معركة طرابلس رئاسية أكثر من جونيه؟ روسيا للمسلحين في سوريا انتهت المهلة ونعود بقوة إلى حلب الأردن في مرمى نيراني الإرهاب عمل منظم أم ذئاب منفردة إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة نعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعة شكرا لزميلة هبط الله بطار على قراءة عنوين وصحف العربية الصادرة اليوم أعود إليك دكتور عامر عنوين كثيرة أولا لماذا الأمم المتحدة قد تغير تقريرها وتحذف اسم التحالف من اللائحة السوداء؟ أولا نحن يجب أن لا ننكر قوة الدبلوماسية السعودية إذا ما تحدثنا عن العلاقات وارتباطها المصالحية في كثير من الدول وبالتالي السعودية تستطيع أن تقوم بضغط كبير على كثير من الدول وتجعلها تتراجع حقيقة يعني يجب أن لا ننكر هذا وثانيا أن السعودية تقول في الجهة الأخرى أنني اليوم أمضي قدما في الحل السياسي كما تريدون وبالتالي هذا سيشكل بالنسبة لي خلل في موضوع الاستمرار في العمل وتلوح بإنهاء مثلا الرغبة في إنجاز الحل السياسي الأمم المتحدة معنية بإنجاز الحل السياسي وإذا ما وضعنا في الكفتين فتجد في النهاية أن هناك حل عملي يعني يقبل الدبلوماسيون الدوليون على فكرة أنه إذا أنجزنا الحل السياسي فإننا لن نعود إلى فكرة اللائحة السوداء لهذا هي نوع من أنواع المساومة ونوع من أنواع الضغط على السعودية حتى تسير قدما في الحل السياسي لكن كل المعطيات التي تأتي من الكويت اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي يعني هي إيجابية على الأقل أنها وضعت الحل السياسي على مساره وأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد في اليمن في النهاية وبالتالي يعني التقييم الدولي إما استمرار الأزمة العبثية أو إنهائها سياسيا إذن لا جدوى من موضوع الاستمرار في اللائحة السوداء إذا ما اقترنت بالمكاسب من فكرة استمرار السعودية في إنجاز الحل السياسي نعم على كل حال يعني في سياق الخبر نفسه عن إعادة سياقة التقرير عن السعودية تأتي مصادر معلومات في صحيفة الشرق الأوسط عن الحل في اليمن وأنه هناك شبه أكيد يعني بت قريبا جدا الحل ويراجعه جميع الأطراف أيضا في الصحف يعني بتحديدا في الصحيفة اللبنانية الأخبار هناك خبر يقول بأن هولند يقول للرئيس السابق سعد الحريري ذهب إلى عون وهذا له علاقة برئاسة الجمهورية بدل سليمان فرنجي وأيضا يعني كأنه هناك يوجد دور جديد لفرنسا أو بات أكثر يعني أكثر وضوحا هذا الدور يعني تريد فرنسا إحياء المبادرة الفرنسية لإعادة المفاوضات وهنو في لبنان أيضا توزع الأدوار وتعيد خلط الأوراق بشكل كبير كيف يمكن قراءة هذين الخبرين يعني هو الخبر يجب أن نقرأه بالمجمل أن المنطقة واضحة أن ملفاتها بدأت يعني تكون ملفات مشتركة عندما تتحدث عن مبادرة فرنسية لإحياء عملية السلام يعني لا يمكن أن تنطلق هذه المبادرة دون ترتيب الملف الداخلي اللبناني الوضع في سوريا ومن ثم الانتقال إلى موضوع الملف الفلسطيني بسبب تداخل كثير من الأمور يعني عندما نتحدث عن تسوية إقليمية قادمة أو رغبة في إنجاز تسوية إقليمية تتحدث عن ملفات على الأقل الأمن والحدود واللاجئين وهي ملفات يشترك فيها لبنان فعليا مع فلسطين ويشترك فيها يعني مع باقي الدول وبالتالي يعني يصبح الملف اللبناني يجب ترتيبه هنا قلق أيضا من تداعيات مثلا فرض الحل السياسي في سوريا على الوضع في لبنان انتهاء الاقتتال في سوريا يعني ماذا سيؤدي في لبنان وبالتالي النظام السياسي في لبنان واضح أن عوامل القوى يعني بالنسبة للداخل اللبناني يجب إعادة ترتيبها بالنسبة للمجتمع الدولي يعني عندما تتحدث عن الدول القادمة واضحا لا تنسى موضوع النازحين السوريين يعني كان هناك زيارات فرنسية بكوكية واستخباراتية بالضبط هذا هو اللجوء يعني ملف اللجوء هو ملف مشترك عندما تتحدث أيضا عن مبادرة فرنسية أنا باعتقادي أن الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين يجب أن تتحضر يعني فعليا ما نقرأه من مبادرات وحتى لو أن المبادرة الفرنسية لن ترى النور يعني واضح أن الولايات المتحدة لم تعطيها غطاء كبير إلى حد معين ومن ثم تم إعادة ترتيب الموعد المؤتمر وانطلاقه لكن واضح أن هناك تفاهم روسي أمريكي أكبر في موضوع المنطقة كاملة يعني من يتحدث مع الإسرائيلين اليوم هم الروس يعني نتنياهو يذهب إلى بوتين للحديث عن تفاصيل قبل أن يذهب إلى بوتين يعقد اجتماعا للحكومة الإسرائيلية في الجولان وهي رسالة ورمزية سياسية واضحة ومن ثم يذهب إلى بوتين الحديث عن تسوية إذن نحن نتحدث عن ملفات يعني حق العودة واضح أن في كل المبادرات سواء الآن التي تطرح أو في المستقبل واضح أن هناك إسقاط لحق العودة وبالتالي يجب ترتيب الملف اللبناني بحصفة أن اللبنانيين يعني يجب أن يتعاملوا مع واقع تواجد اللجوء الفلسطيني كجزء أساسي من المكون اللبناني مستقبلا لهذا يعني أعتقد أن ترتيب الملف اللبناني يصبح أولوية إذا ما افترضنا أن أي مبادرة لأحياء عملية السلام مستقبلا يجب أن ترى النور لا يمكن أن ترى النور إلا بترتيب ملف اللاجئين وهو جزء أساسي وبالتالي يصبح لبنان عام الأساسي في هذا نعم هذا ملف حساس جدا ومرفوض جدا وقطعيا من الأطراف اللبنانية كافة يعني على الأقل بما يعلنون برأيك كيف يمكن لمن يجهز هذه التسوية أن يجبر لبنان على القبول أو انشط حق العودة من المبادرات أو من أي اتفاق قد يبرم هو للأسف هو يتعامل مع تحويل الأمور إلى أمر واقع يعني عبر إطالة أمد الأزمة يعني لم تحل الأزمة في بداية موضوع اللاجئين والعودة يتم التأجيل وبالتالي يعني يتحول ملف اللاجئين ليصبح ملف يعني ميت ليس له ذكر في جميع المفاوضات وبالتالي تتعامل معه عبر فكرة الواقعية يعني الواقعية السياسية هؤلاء موجودين ويجب أن يبقوا المطلوب رفع مستوى الحياة وتسهي بعض التسهيلات الموجودة وبالتالي تتعامل معه على أنها أمر واقع للحل السياسي حتى لو كان مرفوضا اليوم يعني هذا فطول أكثر من 48 يعني منذ 48 وقضية اللاجئين الفلسطوليين وإلى الآن لكن انظر من 48 إلى الآن ما هي المسلمات يعني كل الذي كان يرفض في 48 و67 بشدة اليوم يتحول لمسلمات يعني مبادرة السلام العربية جاهزة للتعديل حتى يتم قبولها أنت تتحدثي أيضا عن واقع اللاجئين يعني اقرأوا المبادرة الفرنسية أو ما بعد المبادرة الفرنسية ما سربته وولستريت جورنال عن الرغبة الأمريكية في نقل قبل إنهاء الرئيس أوباما لمدة رئاسته أن ينقل إلى مجلس الأمن والحصول على قرار بدعم روسي قرار جديد بدل 242 وهذا القرار على الأقل ما تسرب في وولستريت جورنال كان يقول بصراحة على إسقاط حق العودة وهذا يفسر أيضا رغبة الأمم المتحدة مثلا في تحسين أوضاع اللاجئين في أماكنهم وبالتالي كل الحديث اليوم عن مشاريع طويلة الأمد لتحسين مستوى معيشة ورفاهية اللاجئين وبالتالي إبقائهم كجزء أساسي في المكان الذي ينتمو إليه للأسف نتحدث ما هي الخيارات في مواجهة هذا الطرح هذا يجب أن يسأله السياسيين في كل بلد مصطلوب اللاجئين عن انفجارات أمنية في المخيمات لمن يرفض ربما هذا الرفض أو ربما عدم قبول هذه الفكرة قد تؤدي إلى انفجارات أمنية يتم الحديث عنها منذ فترة طويلة لها علاقة بالمخيمات الفلسطينية في لبنان على كل حال سنتابع الحديث عن هذا الموضوع دكتور عامر سبيلة ولكن فقط لابد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود أرحب بضيفنا من العاصمة عمان الباحث السياسي الدكتور عامر سبيلة أهلا وسهلا بك دكتور عامر قبل أن نتابع النقاش لابد أن نعود إلى موضوع الأردن قليلا ولكن سنذهب بداية إلى الحدث اليوم إذن إلى الحدث والتفاصيل الغد الأردنية ما بعد هجوم البقعة ما حدث في البقعة أو قبلها في إربد يمكن أن يحدث أو يتكرر في أي مدينة أو محافظة أردنية أخرى هو جريمة لا يمكن ضمان عدم حدوثها مدام هناك من يحمل حزاما ناسفا يريد أن يقتل نفسه أو يمسك بسلاح يطلقه على الآخرين في الشارع فقد تطورت قدرات هذه التيارات والجماعات على تنفيذ العمليات وفي اختراع مفهوم الذئاب المنفردة من الممكن وهذا ما حدث في الأردن تحجيم قدرة القاعدة أو داعش على تنفيذ عمليات خطرة معقدة لسبب قدرات جهاز المخابرات على المراقبة والتتبع واختراق هذه الجماعات والتيارات لكن منع العمليات الفردية بصورة كاملة أمر لا يملكه أي جهاز في العالم فالخطر الحقيقي لداعش ليس من الخارج بل في الداخل ولدينا تقديرات متفاوتة بأن ما بين 1500 و2500 هو عدد الشباب الأردني الذي انضم إلى كل من داعش والنصر المؤشرات الأكثر قلقاً تتمثل في قدرة هذا الفكر المتزايد على اختراق الطبقة الوسطى وأوساط الطلبة والمتعلمين وفي إيجاد موطئ قدم في مناطق جديدة مثل إربد وعمان الشرقية والمخيمات نقطة الضعف الحقيقية هي في المقاربة الوقائية التي تعتمد على الجوانب الثقافية والإعلامية والسياسية ومن الواضح أن كل ذلك لا يزال سطحياً واحتفالياً وليس جهداً حقيقياً لاكتشاف الأسباب والعوامل التي تسهل عمليات اختراق الشباب والتأثير عليهم وولستريت جورنال عناصر غربيون من داعش يطلبون المساعدة للعودة إلى بلدانهم يتواصل عناصر منشقون عن داعش جند في الغرب بنحو متزيد مع حكوماتهم طالبين مساعدتها للعودة إلى بلدانهم البعض من هؤلاء توجه إلى البعثات الدبلوماسية في تركيا وأخرون بعثوا برسائل سرية إلى حكوماتهم يطلبون فيها المساعدة للهروب من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في سوريا وفق ما يؤكد دبلوماسيون يمثلون ستة بعثات دبلوماسية غربية في تركيا وقال الدبلوماسيون الغربيون أن قرابة 150 مواطنا من 6 دول طلبوا المساعدة للهروب أو هربوا من تلقاء أنفسهم وأضفوا أن طلبات المساعدة تأتي على شكل اتصالات هاتفية أو قصاصات ورق يجري تهريبها من سوريا لكن على طالبي المساعدة أن يصلوا إلى تركيا في رحلة يمكن أن تكون مروعة بمجرد وصولهم إلى تركيا يتم احتجاز الغربيين واستجوابهم من قبل الاستخبارات التركية على الأقل لمدة شهر قبل تسليمهم لسفاراتهم حيث يقابلهم مسؤولون استخباريون من بلدانهم وستضارب في أولويات هؤلاء وفق دبلوماسي أوروبي في إسطنبول فأن الوكالات التي تركز على الاستخبارات الأجنبية تريد معلومات عن الرقة فيما تريد الوكالات المهتمة بالشأن الداخلي المساعدة في الكشف عن أي شبكات متطرفة في بلدانها دكتور عامر بالعودة إلى الموضوع الأردني يعني كما جاء في التقرير هناك تزايد ربما في نشاط زائد في تمدد هذه الأفكار وهذه الجماعات وربما تخترق مستويات ما كانت لتخترقها في السابق سواء عند المثقفين والمتعلمين أصحاب الشهادات العليا وأيضا الطلبة لماذا برأيك؟ هو بلا شك أن نمو هذه التيارات واضح أنه ككرة الثلج يعني كلما استمرنا كلما ازداد قوته وازداد سرعة انتشاره وواضح أن المشكلة حقيقية هي في التعامل مع هذه الظواهر يعني في القدرة على الحد من هذه الظواهر يعني واضح أن ليس هناك قدرة على إنتاج استراتيجية حقيقية تدرك معنى الخطر يعني للأسف يعني كالكثيرين في هذا المجال يعني عندما تتحدث معهم عن بوادر مشكلة هم لا يروها مشكلة وهي هذه هي المشكلة بحد ذاتها أنك لا تدرك أن هذه هي مشكلة حقيقية ستتعامل معها بعد سنوات بأسلوب يعني لا يمكن السيطرة عليه ولكن إلى اليوم ليس هناك إدراك إلى حجم هذا الخطر الموجود يعني هذه للأسف لا تعالج ببيروقراطية لا تعالج برؤية كلاسيكية لا تعالج بسياسيين يعني لا يمتموا إلى هذا الجانب يعني هذه تعالج برؤية علمية بجرأة بإرادة تطبيق وتغيير للأسف يعني الكثيرين ما زالوا يستهوا فكرة الاستثمار في الدين يعني أن للأسف يعتقدون أن بقدرة أدوات متطرفة على مواجهة التطرف يعني لا يمكن أن نبقى نعالج المشكلة بهذه الطريقة المشكلة اليوم خطيرة ويجب معالجتها بأسلوب جراحي يعني يجب التدخل جراحيا في هذه المواجهة هناك يعني هذه الجماعات لديها بياء حاضنة يعني لا بد أن نعترف بذلك في أي دولة عربية هذا أولا ثانيا موضوع الهجوم دائما على هؤلاء يؤدي إلى تكاثرهم وكأن هناك ردة فعل عكسية تصبح من الناس فيتعاطفون أكثر هذا ما يتم الحديث عنه يعني على الأقل بالنسبة للتقارير التي تخرج عن بعض المخابرات كيف يمكن التعاطي مع هؤلاء يعني بمبضع الجراح ولكن بدون أن يكون هناك من مضاعفات داخلية يعني أنا أعتقد هذه نظرة قاصرة أن موضوع أنه لا يستطيع مواجهتهم لأنها ستزيد من شعبيتهم المواجهة ليست أمنية يعني نحن لا أحد يطلب اليوم أن يتم تصفية هؤلاء المطلوب اليوم أن تقوم الدول بإجراءات حقيقية تعطي فرصة لهؤلاء الشباب أن يمارسوا شيء آخر يعني أنت عندما تدرسي هذه البيئة الحاضنة لهذه المواضيع تكتشف في كثير من المواضيع مشاكل يعني أنا لا أقتصر على مشاكل اقتصادية أو مشاكل يعني بيئية سياسية أو تعليمية أو إشراعية تحدث أيضا عن مشاكل في موضوع سياسية تعليمية مفهوم الحياة غائب يعني ثقافة الحياة تغيب في كثير من الأماكن يعني يجب أن نقول اليوم ما هي استراتيجية هذه المواجهة التحالف مع التنوير يعني لا يمكن أنت أن تبقى نمط واحد للحياة في كثير من المدن لا يوجد أي معالم للحياة ليس هناك ذكر يعني لا لمعالم الرياضة الفم المشاريع الصغيرة أن يتحول الإنسان إلى إنسان منتج وبالتالي يصبح انعكاس يقدر قيمته يرتفع قيمته الإنسانية بالنسبة له وبالتالي تصبح الحياة ذات قيمة يعني كل هذه الأمور تغيب في هذه الأماكن يعني تتحدث مثلا عن كثير من الأماكن لا يوجد فيها أي معلم من معالم الحياة ونسبة الشباب في هذه القرى أو هذه المدن تتجاوز 70% يعني ماذا يفعلون؟ أي نمط من الحياة ينفرض عليهم؟ ما هو البديل؟ يعني نحن اليوم نحول مواطنين لأناس يروا المستقبل من الماضي يعني هم يعيشون في يوتوبيا حالما في الماضي بسبب فشلهم بالتعامل مع الحاضر هذا باختصار ما يجري وبالتالي يصبح الماضي بالنسبة لهم أكثر جمالا أكثر حنينية ويتحولوا إلى أعداء للحاضر لاعتقادهم أن عدم قدرتهم أن يتعايشوا معه عدم موجود أي معالم تستطيع أن تجذبهم ولهذا أعتقد أننا اليوم أمام تحدي حقيقي أن يكون التغيير الثقافي هو أساس المعركة القادمة أنا لا أتحدث عن خيار أمني لكن ماذا قدمنا للأماكن التي تنتج هؤلاء الشباب المتطرفين هل أعطينا الكثيرين منهم فرصة أن يمارسوا شيء آخر في الحياة أن يكتشفوا أن هناك عالم آخر يستطيعوا أن يكونوا فيه إيجابيين يستطيعوا أن يكونوا منتجين كل هذا الطرح الذي أتحدث فيه يواجه بانتقاد أنها رؤية حالما طويلة الأمد يا أخي إنها طويلة الأمد لكن لا نستطيع أن نبقى نعول على الخيار الأمني قصير الأمد الذي مع التقادم سيثبت عدم قدرته على التعامل مع كل هذه الأخطار المتزايدة لأن اليوم الخطر يشكله فرد لم يعد تنظيم يعني فرد يستطيع أن يهلك ويستنزف أجهزة كبيرة يعني انظري إلى المثال الفرنسي مثال البلجيكي يعني شهور والأجهزة البلجيكية مستنزفة وهي تبحث عن شخص مختبئ في شقة يعني هذا لا يمكن اليوم أن تبقى تعول على قدرة الأجهزة على التعامل يعني تستطيع الأجهزة وكل الاحترام لها على عملها أن تتعامل مع أشياء معقدة أكثر تنظيمات جماعات لكن أفراد اليوم هذا ناقوص خطر يجب البدء حالا اليوم بعملية تغيير مجتمعي تضفي على الأقل نوع من أنواع معالم الحياة لهذه الأماكن طيب ما جاء في صحيفة غوستريت جورنال عن هذا الموضوع موضوع بعض أفراد داعش الذين يطالبون حكوماتهم بالعودة إلى دولهم يعني وهي سد دول برأيك هذه الظاهرة يعني أو هذا الحدث كيف يمكن استغلاله والبناء عليه ربما يعني كبروباغاندا هل يساعد؟ أولا نحن لا نستطيع أن نقارن مشكلة أوروبا بمشكلة المنطقة يعني أوروبا في النهاية تتحدث عن مئات مئات وإذا ما درست ملفاتهم تكتشفي أين كانت المشكلة الحقيقية في تحولهم هذه هي الحجة تحديدا دكتور عذرا على المقاطعة هذه هي الحجة تحديدا أنه في أوروبا الفرد حيث له كل الاحترام وكل الحقوق ولكن هناك دواعش تخرج من هذا المجتمع لهذا أقول لك أن المشكلة ليست عامة في أوروبا أوروبا لا تصدر الألاف يعني ليست ظاهرة مستشرية هناك حالات تشكل صاعقة بالنسبة للدول الأوروبية يعني هي تعيد صياقة استراتيجياتها كاملة بناء على هذه المعطيات الصغيرة فماذا تقول الدول التي تصدر بالألاف من هؤلاء؟ هذا هو الفرق الأوروبيين اليوم يعيشوا حالة من الصدمة يعني أوروبا تصدر بالمئات هناك يصدر بالألاف يعني فقط لو فيه وفرة بعد أكثر في هؤلاء الأشخاص ربما لا لا الأوروبيين هناك نموذج يحترم وهناك أيضا اليوم يعني رغبة في إعادة النظر في الأمور لمعالجة كيف لمئات فشل النظام الأوروبي في احتوائهم وتحويلهم إلى أناس منتجين يعني هذا الفرق اليوم الأوروبيين اليوم يدرسوا هذه الحالة يتعاملوا معها الأوروبيين يدركوا اليوم أين كانت الأخطاء يدركوا استغلال حرية التعبير وحقوق الإنسان والحريات المنتشرة من قبل جماعات وفئات عملت بغطاء وستائر مختلفة مراكز ثقافية شركات تجارية هم يدركوا الآن أين كان الخطأ ويبدأوا بالتعامل معه ولكن يدركوا أن هناك خطر أكبر وهو انتشار اليمين المتطرف بناء على هذه الرؤية يعني الأوروبيين يعيشوا مشكلة اليوم أكبر باعتقادي سياسيا في النظر للأمور مشكلتنا تختلف عن الأوروبيين لهذا المقارنة ليست عادلة صراحة المشكلة أننا لا نملك الأساسات ولكن دكتور يعني ليس هناك فقط استغلال لموضوع حقوق الإنسان وليس هناك استغلال لموضوع حريات التعبير في أوروبا لا هناك موضوع رد فعل على تعاطي عنصري يجب أيضا أن تعترف أوروبا بهذا الموضوع تعاطي عنصري مع الكثير من الجنسيات أو الكثير من المكونات لمجتمعها يعني كفرنسا مثلا هناك من يعتبر بأنه هذه ردة فعل على تعاطيها العنصري مع هؤلاء الفشل في الاندماج المجتمعي هي ظاهرة موجودة في كل مكان يتم التعامل معها لكن بالإطار العام عندما تتحدث عن الأعداد لا يمكن مقارنتها بالكثيرين يعني هناك امتيازات يمتلكها الكثيرين من المهاجرين هم ليسوا فعلا مواطنين درجة ثانية هذا شعور عند الكثيرين أنهم مواطنين درجة ثانية لعدم قدرتهم على الاندماج المجتمعي من جهة ولرفض فئة معينة وليس أنا لا أقول أنها فئة سائدة لكن واضح هناك رفض بلا شك مجتمعي من فئة أخرى يعني حالاتنا العنصرية لكن أنت تجدي في معظم الدول الأوروبية رقم هاتف مجاني للحديث مع وزارة الداخلية في حال تعرضك لأي ممارسة شعرت بها أنك تعرضت لتمييز عنصري ويتم القضاءة أنظر إلى عدد القضايا التي استفاد المهاجرون من هذا القانون بها وتم حصولهم على تعويض ممن شعروا أنه تم بحقهم من أنواع لكن معادة القوانين كما كانت دكتور عامر حتى في فرنسا يعني حتى في فرنسا معادة القوانين كما كانت أيام الهجرة يعني الجيل الثاني والثالث أو حتى أي من هؤلاء أيضا يعني ثم هناك موضوع لا علاقة له فقط بالاندماج يعني لا هناك في تعاطي مع هذه الضواحي أنت تعرف تماما ماذا كيف تتعاطى الحكومات أو الأمن مع الضواحي يعني من يضعون في ضواحي المدن الكبرى وكيف يتم التعاطي مع هؤلاء هذا إذا ما تحدثت عن نموذج الفرنسي الذي لا يمكن أن تقارني مثلا مع الألمانيا أو شمال أوروبا وبالتالي يعني لا نستطيع أن نأخذ فرنسا ونطبق ونتحدث عن أوروبا بشكل عام هناك بلا شك ممارسات عنصرية مورسة لكن هناك استفادات وميزات بالنسبة للكثيرين لهذا يعني لا يجب أن يكون هذا بالنسبة لنا مبرر أن الظاهرة الأوروبية تشابه ظاهرتنا يعني على الأقل لننزل لنقوم باستراتيجيات تخفف عدد الآلاف المهاجرين للجهاد والقتال إلى مئات في المرحلة الأولى يعني نحن بحاجة اليوم أن ندرس نموذجنا بعيدا عن تبريرات يعني الكثير للأسف يأخذ الموضوع أن هناك مئات من الأوروبيين أو من هؤلاء يقاتلوا ليبرروا خروج الألاف من بلدانهم هذا خطأ خطأ كبير يعني يجب أن نعترف أننا نملك مشكلة بعيدا عن أوروبا مختلفة تماما عن أوروبا نحن بحاجة أن نبني قواعد أساسية لمنع هذه الظاهرة من الاستمرار لأنها تتحول إلى يعني ظاهرة سائدة انطباع حام الجميع اليوم يعني يشعر أن هناك مجتمعات تسير بخطأ متسارعة للتطرف نعم لا يمكن المقارنة ولا أحد يقارن بينما تنتجه الدول العربية وتحديدا بعض الضول التي يأتي منها هذا الفكر وبينما يأتي من أوروبا ولكن كان سؤالي الأساس كيف يمكن البناء على هؤلاء العائدين لمجرد القول بأن هناك من يهرب من هذا الفكر على كل حال سنتابع النقاش ولكن فقط دعني أذهب إلى تقرير عن بعض ما جاء في الصحف العبرية اقرأ إسرائيل والتفاصيل هارتس نتنياهو إلى روسيا العلاقات أفضل من السابق لكنها محدودة الضمان ليس ثمت مبالغة في القول أن العلاقات بين إسرائيل وروسيا لم تكن يوما أفضل مما هي عليه الآن هذه حقيقة العلاقات مع روسيا في تحسن مستمر منذ 2009 لكن في السنة الأخيرة على خلفية التدخل الروسي الفعال في سوريا بات توثيق العلاقات بين البلدين من ضرورات الواقع للطرفين وإذا كان ثمت قضية سياسية أمنية واحدة يستحق عليها نتنياهو رسيدا كبيرا إزاء سلوكه وقراراته فهي سياسته المدروسة والموزونة تجاه الأزمة في سوريا مع ذلك في مقابل النصف الملآن من الكأس هناك أيضا النصف الفارغ فعلى خلفية التحسن الجوهري في العلاقات تبرز سلبا حقيقة أن روسيا تعمل ضد إسرائيل على الساحتين السياسية والأمنية بوتين يغضق على نتنياهو احتراما كبيرا يبسط له السجاد الأحمر لكنه في القضايا المركزية يتخذ خطوات تمس بصورة خطرة بمصالح إسرائيلية حيوية برغب من ذلك لا تجرؤ إسرائيل على قول كلمة انتقاد واحدة علنية ضد الروس نتنياهو الذي استمتع بضرب الفرنسيين بسبب تأييدهم قرار الأونسكو في موضوع الحرم القدسي أو توجيه انتقادات علنية للإدارة الأمريكية في الموضوع الإيراني بدأ كمن ابتلع لسانه عندما تعلق الأمر بروسيا رئيس البيت اليهودي نفتالي بنت دخل إلى حكومة ملتزمة بعملية السلام لكنه يقيد يديها على الحلبة الدولية المعادية بدل أن يسمح لها بالمناورة مع أن نتنياهو مثله معني بتحويل المفاوضات إلى حفلة كلام ليس أكثر مع تقليص الاحتكاك مع الدول العربية وهو يقدم حكومته كمن تؤيد دولتين لشعبين وعليه يبدو بنت كما لو أنه لم يعلم عند ضمامه إلى الحكومة بأن نتنياهو ملتزم ظاهريا بحل الدولتين لشعبين فلماذا إذن يقيم الدنيا ولا يقعدها بالحديث عن أرض إسرائيل بالعبرية وعن فلسطين بالإنجليزية النقاش الآن ليس على السياسة بل على السلوك ليس على أخطاء نتنياهو الذي قاطع مؤتمر باريس بل على تركيبة الحكومة فبحسب كل المؤشرات يسعى نتنياهو وبنت إلى الانفصال أحدهما عن الآخر ومن أجل تبرير هذا الهدف يقومان بتسخين الحلبة بنت يفعل ذلك بخطابات لا يحق لأي وزير قولها ما لم يستقل من الحكومة ونتنياهو من خلال معلومات مقصودة لا ينفيها مفادها أنه سائم من زعيم البيت اليهودي من المحتمل أن يكون يسعيان إلى طلاق سياسي لكن ليس ثم تضرورة لإستباقي حفل الطلاق بعراك مؤسف أمام الجميع دكتور عامر قبل أن نذهب إلى الموضوع الروسي الإسرائيلي في المنطقة بعد أن هناك سؤال يتعلق بالأردن والسعودية رجاء الإجابة بأقل من نصف دقيقة متعلق بالمساعدات في البداية شككت حضرتك وقلت قد تأتي وقد لا تأتي ما هو الهدف من هذه المساعدات وربما الاتفاقات هو قد تأتي أو لا تأتي لأننا نتحدث اليوم عن إجراءات جديدة يعني مجلس تنصيق وسيتم دراسة المشاريع ما يحتاج الأردن لكن عهد المنح انتهى واضح الرسالة الخليجية واضحة يعني المنح الخليجية انتهت في هذا العام لم يتم التحدث عن تجديدها ليس هناك من حتى المنح الخليجية صرفت على مشاريع يعني لم تكن منح قدمت يعني مساعدات عينية أو مالية للبنك المركزي بل وضعت في البنك المركزي ليتم صرفها عبر مشاريع لهذا يعني أعتقد أن الأردن بالنسبة للسعودية يعني جزء مهم لكن السياسة السعودية واضح أنها تغيرت يعني واضح أنها لم تعد السعودية القديمة يعني عطايا أو هدايا تتحدث اليوم عن إجراءات أكثر عملية أكثر وضوحا وأكثر شفافية وبما يخدم أيضا المصلحة السعودية يعني يتحدث في النهاية عن استثمارات الاستثمارات يفترض أنها تفيد الجانبين وبالتالي تبقى معلقة إلى أن تتم يعني هناك دراسات جدوى هناك توافقات هناك تجاوزات رغبة في تجاوزات لعوائق كثيرة لهذا يعني تبقى باعتقادي يعني مشكوك بها إلى أن نراها نعم بالانتقال إلى الموضوع الروسي الإسرائيلي يعني روسيا العلاقات أفضل من السابقة لكنها محدودة الضمان ولكن هناك الكثير من من يقول بأن روسيا يعني برغم كل ما هي تفعله في سوريا ولكنها لن غير متحمسة لأي موضوع يعادي إسرائيل وهي بالتالي قد يكون دورة حاليا هو المفاوضات الذهاب إلى المفاوضات وإنهاء الصراع ماذا تقول؟ يعني يجب أن من يريد أن يقرأ المشهد الروسي الإسرائيلي يجب أن يقرأ سياسيا لا رغائبيا يعني ليست رغبة موقف السياسي لروسيا في سوريا لا يمنحها من أن تكون حليف لإسرائيل ومنصق أساسي مع إسرائيل وبالتالي تتحدث عن دولة عظمى تريد أن تكون موجودة في المنطقة وضعت قاعد أساسية في البحر الأبلي بالمتوسط لكن ذهاب إلى المفاوضات وإنهاء الصراع تجاوز موضوع أن تكون هي عدو لإسرائيل يعني لا أحد يطالبها بأن تكون ولكن موضوع إنهاء الصراع لا وحتى أن لا تكون هناك تنصيق تنصيق روسي إسرائيلي أو علاقات متقدمة يعني يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع سياسيا يعني هذا ما أردت أن أقوله في النهاية يعني روسيا تجد نفسها برعاية أمريكية ورغبة أمريكية في وسط ملف الشرق الأوسط بدأت من سوريا واليوم تجد نفسها في موضوع القضية الفلسطينية لتتحول موسكو في الفترة الأخيرة إلى محج فلسطيني إسرائيلي للحديث أيضا حتى محاضر التي خرجت من زيارات كثير من القادة العرب بما فيهم الملك عبد الله وحتى زعماء خليجيين تحدثت عن عملية السلام وبالتالي وكأن موسكو اليوم أصبحت جزء أساسي من موضوع عملية السلام ويتم الحديث معها في تفاصيلها هذه باعتقاد رغبة ظهرت مع إدارة أوباما التي وجدت نفسها منذ مشروع ميتشيل إلى مبادرة كيري وجدت نفسها في حالة غياب كيمياء مع نتنياهو وبالتالي الواقع الاستراتيجي الذي فرضت الأزمة السورية أن تكون اليوم روسيا على حدود إسرائيل وبالتالي تستطيع أن تتحدث أيضا من زوايا أخرى مع إسرائيل لهذا أعتقد أن الروس اليوم نعم هم جزء أساسي من عملية السلام وبتنصيق ورغبة أمريكية ولهذا هم مطلعين أيضا ولن أستغرب إذا ما كانوا أيضا يبنوا علاقة مستقبلية بين سوريا وعملية السلام شكرا جزيلا لك دكتور عامر سبايلة المصرع لك دكتور عامر سبايلة شكرا جزيلا لك الباحث السياسي كنت معنا من العاصمة عمان وشكر لكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة